اشتركوا في القناة بالتفصيل ولكن قبل ما نخش في تفاصيل الفيديو هحب عليكم اشتركوا في القناة وفعالوا زر الاشارات ليصلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار ان شاء الله نهارت اخواني اعزائي في رؤية بتظهر في المنام الرؤية دي بتكون بشارة لاي شخص اي شخص بيبحث عن شيء بتكون بشارة ليه بمعنى ان الفتاة العزبة مثلا بتبحث عن زواج بتكون بشارة لها بالزواج وتعتبر هدية لها بالزواج طيب امرأة متزوجة وبتبحث عن راحة البال بتبحث عن الانجاب بتبحث عن الاموال بتكون هدية او بشارة لها بتحقيق اهدفها ان شاء الله الراجل ايضا الرؤية بتكون بشارة ليه بانه ربنا هيوسع عليه ويرزقه ولو هو بيبحث عن زواج او بيبحث عن انجاب او بيبحث عن سفر او شغل معين بتكون رسالة بالشغل ان شاء الله كذلك الامر الشاب والمرأة المطلقة والمرأة الارملة كل الناس بتكون الرؤية دي هدية ليهم اه الرؤية ممكن تظهر اخوان العزاء في شيء لا تتوقع هنتكلم عنها بالتفصيل زي مثلا اخوان العزاء رؤية قراءة القرآن الكريم او سماع القرآن الكريم او رؤية القرآن الكريم اخوان اخوان العزاء الرؤية دي رؤية جميلة جدا وتعتبر من الهدايا العظيمة جدا في المنام ازاي الكلام ده في بعض الاحيان اخوان العزاء في ايات في القرآن الكريم بتتحدث عن زواج ممكن شخص يشوف الاية من الايات دي او ممكن شخص مسلا يجي له شخص يقول له اقرأ الصورة دي الصورة اللي بيجي لك في المنام والشخص بيقولك اقرأها ممكن تكون صورة ايتها بتتحدث عن الزواج او ايتها بتتحدث عن الجنة او ايتها مثلا بتتحدث عن الظرية او ايتها بتتحدث عن العمل والاجتهاد فهنا اخوان العزاء بتكون رسالة في الرؤية او هدية عظيمة جدا في الرؤية ان حل مشاكلك ان شاء الله وتيسير احوالك ان شاء الله من خلال انك تداوم على قراءة القرآن وخاصة اية معينة ممكن الاية دي تكون دعاء ممكن الاية دي تكون فيها صبر ليك انك تصبر ممكن الاية دي تكون فيها توجيه ليك انك تعمل اشياء بحيث ان انت تحصل على الامنية بتاعتك او البشارة بتاعتك فالعاوزين نقوله اخواني عزيزين ان القرآن الكريم في المنام رؤيته عظيمة جدا ورؤيته مباشرة جدا بتحقيق الامنيات وتعتبر من الرسائل المهمة جدا اللي بتيجي للشخص تبشره وتفرحه ولكن ان انت تفسر الاية اللي بتشوفها او تتسكر الاية اللي بتشوفها او تشوف الصورة اللي انت شفتها في المنام صورة ابراهيم صورة الحجرات مثلا صورة الرعد صورة البقرة في بعض الاحيان الناس بتيجي لك وتقولك اقرأ ايت الكرسي طب دي رسالة هنا بانك تداوم على اية الكرسي فيها شفاء من سحر فيها انتهاء لزلب فيها انتهاء لهم ممكن شخص يجي لك يقولك داوم على صورة البقرة طبعا انت بمداوماتك على صورة البقرة فيها بركة وانتهاء لمشاكل في حياتك او انتهاء لسحر في حياتك ومن خلال انتهاء المشاكل او انتهاء السحر انت هتسعد و هتفرح و هتحقق امنيتك اللي انت بتبحث عنه في بعض الاحيان بيجي لك شخص يقولك اقرأ صورة يسين صورة يسين صورة بركة و هيسين لما قرأت له يعني انت مثلا ممكن تبقى لك امنية و لك شيء معين في دماغك انت بتسع عليه و حطته في دماغك و قلت انا هقرأ صورة يسين بنيت ان ربنا يحقق لي الشيء ده سبحان الله ممكن تقرأها بصدق وبنيت خالصة هتتحقق لك امنيتك فبالتالي اي شخص شوف اية من ايات القرآن الكريم او ان شخص يوجهك لامر معين او ان في اية تتقري قدامك او ان تتلاقيها مكتوبة قدامك دور على تفسيرها صح بجميع الجوانب دور على تفسيرها دور على معاني الحروف اللي فيها و معاني الكلمات اللي فيها هتلاقي حل لمشكلتك ان شاء الله و دي تعتبر هدية عظيمة جدا بتظهر للناس اللي هم ربنا بيبشرهم بتحقيق الامنيات اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة فعالوا زر الاشتراك ليصلكم جميع في ديواتنا و شكرا على المشاهدة والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة